موسيقى مشاهدين أهلا بكم معنا وحلالة جديدة من برناميكم سحيتك حلقتنا النهاردة بعنوان مفصل الفغد والنهاردة جزء الثالث من سلسلة بتدعم مع حضراتكم والنهاردة جزء الثالث من السلسلة دي يمكن تناولنا في الجزء الأول والتاني الأجزاء السابقة عن معرفتنا بما هو المفصل الفغد ايه الشكل التشريحي الطبيعي اللي مفروض الإنسان بيتولد ويوجد عليه عن مفصل الفغد وايضا المدى الحركي لهذا المفصل ايضا بعض الأمراض اللي ممكن تصيب من مفصل الفغد وتأدي لي خشونة بالتالي ممكن نوصل لمراحل متقدمة وتغيير المفصل نهاردة يمكن نركز ونتكلم أكتر عن فكرة المضاعفات ايضا وجودنا تاني في الحياة وايضا بعد العملية وبعد وجود مفصل صناعي في داخل أجسامنا نشوف ده نقدر نتعامل معاه ازاي ونتحكم فيه ازاي معي ومحضراتكم في هذه السلسلة ومشرفنا في كل حلقة دكتور فادي نبيل استشاري جراحة العزام والمفاصل الصناعية دكتوراه جراحة العزام والمفاصل بجامعة القاهرة فاصل قصير نرجع ونبدأ حوارنا مع دكتور فادي خليكم معنا دكتور فادي نبيل يوسف استشاري جراحة العزام والمفاصل الصناعية وحالات مراجعة المفصل دكتوراه جراحة العزام والمفاصل جامعة القاهرة زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا استشاري جراحة العزام والمفاصل الصناعية بمستشفى الهلال برامسيس مستشفى السلام بالمهندسين ومستشفى الحياة الكربة مصر الجديدة عناوين العيادات الجيزة شارع مراد المهندسين مصر الجديدة والشيخ زايد تليفون العيادات زيرو مية تسعة وسبعين سبعمية وعشرة اتنين وعشرين فيسبوك دكتور فادي نبيل مشاهدين اهلا بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة بعنوان مفصل الفقد وجزء الثالث الحقيقة من السلسلة بتديناها مع حضراتكم وكلمنا فيها عن يعني طبعا اشياء كثيرة غطينا فيها معلومات كثيرة عن مفصل الفقد اسباب حدوث مشاكل او اصابات او خشونة في المفصل تستدعي ان احنا نلجأ في بعض الاحيان وبعض الحالات المتقدمة للجراحة وتغيير المفصل وايضا اتكلمنا يمكن في جزء تاني تحديدا عن انواع المفصل الصناعي لمفصل الفقد ايضا تحديدا عن هذه السلسلة معي ومع حضراتكم ضيفي والغني عن التعريف في هذه السلسلة بشكل عام وهذه الحلقة بشكل خاص دكتور فادي نبيد استشار جراحة الأزام والمفاصل الصناعية دكتوراء جراحة الأزام والمفاصل بجامعة القاهرة برحب بحيك دكتور فادي مشاركة في حلقة النهاردة أهلا بك في السلسلة بأكمالها يا دكتور والحقيقة تعلمنا منها كتير يعني ناس كتير يمكن ما عنداش خرفيات الطبية المفاصل والجراحة والتفاصيل والحقيقة يعني بنشوف أن ده كمان ابتدى يبقى موضوع كبير لمعظم كبار السن ناس كتير وطبعا احنا عارفين أن ألم الأزام والمفاصل ألم مبرح وصعب جدا ففكرة نحنا نتنساه مش حاجة بسيطة وحاجة ينفع تتعامل أصلا دكتور فادي في الحقيقة بنلجأ أن احنا نستشير ونعمل فحوصات كاملة والتشخيص دائما حاجة نتنبه أن التشخيص السليم هو جزء الأمثل والأهم في بداية العلاج يمكن نتكلمنا في حلقات سابقة عن فكرة المفاصل أيضا والجراحة في هذا المجال بس عايزين نفتكر ونرجع تاني في أول حلقة دائما نفتكر ما حاجة إيه هو شكل المفصل مدى الحركي للمفصل معلومات سريعة وبسيطة عن مفصل الفاغد نفتكر كده بيها أقول ليه ما تابعوش أيضا حلقات سابقة يكونوا برضو متابعيننا في حالات النهار سريعا يا مايكل زي ما قلنا للسادة المشاهدين قبل كده المفصل الطبيعي عبارة عن مكان التقاء عضمتين يسمح بحركة عشان أقدر أتني وفرد رجلي وروتيت ألف رجلي وأتحرك ومارس النشاطات الطبيعية وقلنا أن المفصل دوت لازم يكون سطحه عبارة عن غضروف ناعم يسمح ومتبطن بالغضروف دوت يسمح بأنه سطحين نعمين يتحركوا مقابل الآخر بدون ألم بدون وجع بدون ما يبقى فيه عائق في الحركة أو يحصل بلوك أو تعلق الحركة دي وقلنا أن مفصل الفخد دوت هو التقاء الحوض بعضمة الفخد ومفصل الفخد هو مفصل الحوض ما فيش اختلاف منهم دي مسميات في اللغة الدرجة للناس لحاجة واحدة أنه مفصل الفخد هو مفصل الحوض وهو عبارة عن أعلى حتة في عضمة الفخد بتاعتنا بتبقى فيها عنق عضمة الفخد وبعدها على طول الكورة اللي هي الرأس عضمة الفخد اللي بتشارك معها في التمافصل مع الحق الحرقفي اللي هو الطبق اللي جوه العضمة بتاع الحوض فيبقى أنا عندي بولن سوكت يعني كورة وطبق محاوط الكورة دي بتسمح بالحركة وقلنا برضي مايكل لو الناس تفتكر معنا أنه الشكل التشريحي لمفصل الفخد بيسمح بمجال حركة كبير من غير ما يتخلع لأنه هو عبارة عن كورة في طبق محاوط الكورة دي بنسبة كبيرة فما بنشوفش خلع مفصل الفخد وبنشوف مجال حركة كتير فأنا أقدر أتني وأفرد رجلي وأقدر أعمل التفاف أو روتيشن على عكس مثلا مفصل الركبة اللي بيسمح أن أنا أتني وأفرد لكن ما عنديش التفاف تقريبا فيه غير حاجة لا تذكر حاجة بسيطة خالص لكن مفصل الفخد بيسمح أن احنا نعمل التفاف كتير وضربنا للناس مثلا أنه وضع أن أنا بحط رجل على الرجل ده وضع مؤقت أنا ببقى تاني رجلي وعامل التفاف للمفصل وهو فكل ناتج عن الشكل التشريحي لمفصل الفخد أنه هو بيسمح بالحركة دي كلها وبيحميه أنه هو كمان يخرج عن مضار وبيحميه أنه هو يخرج من مكانه اللي هي بنسميها خلع المفصل أنه ما يتخلعش من مكانه إيه المشاكل دكتور فادي اللي ممكن تحصل للمفصل وتؤدي يمكن استعرضنا كتير منها في أجزاء أخرى بس أيضا نهاردة هنركز أكتر على فكرة الحالات والعلاج لمفصل الفخد أو الألام اللي ممكن تنتجوا عن مفصل الفخد أو المشاكل إيه المشاكل اللي عايزين نهاردة نتكلم عنها والأكثر عرضة أنه تحصل مفصل الفخد وتحتاج أن المريض فعلا يغير هذا المفصل أو في المراحل المتقدمة أكتر حاجة لازم تتحط على راس القائمة بتاعت إجابة السؤال ده مايكل هي الهشاشة اللي بتؤدي لكسور مفصل الفخد تقريبا ما فيش بيت ما فيهوش حد معرفة أو قريب سن كبير كبير بنعني فوق السبعين سنة تقريبا اتكعبل في سجادة ووقع وجالوا كسر في مفصل الفخد أن نعمل عملية تغييب مفصل الفخد اللي هي الكسور بتاعت مفصل الفخد في السن الكبير نتيجة وقع أو نتيجة إصابة اللي بتعمل الكسر ده كبار السن كبار السن بالضبط لما بنحط بقى أن هما عضلاتهم ضعيفة اتزانهم وحش وعندهم هشاشة وبالتالي الوقع البسيطة اللي ممكن حد في سن صغير يقعها ويقوم يكمل مشواره ومشي عادي جدا بدون تأثر لما بيحصل دوت في السن الكبير بينتج عنها كسر وبالتالي بنلجأ لفكرة أن احنا محتاجين نغير مفصل الفخد نتيجة الكسر اللي حصل الكسور دي بتحصل برضو في السن صغير يا مايكل لكن بنشوفها بقى في السن صغير مع الحوادث بتاعت العربيات يعني في فرق كبير ما بين واحد الكعب الوقع وبين واحد اتعرض لحدث إصابة ما هذا الصدمة طبعا بالضبط كده عشان كده لما بيجي لي أشعة واحد عنده 30 سنة ولقى عنده كسر فهون قادمة الفخد ومحتاج تغير مفصل مثلا بنبقى فاهمين أنه 99% ده اسمها يعني صدمة جمدة يعني كان بيعدي الشارع وعربية خبطته أو كان ذاكب عربية واتعرض لحدثة لكن ما بتحصلش من الوقعات البسيطة على عكس الوقعات البسيطة اللي بتكسر السن الكبير في البيت عشان طبعا الهشاشة نهاردة أتكلم على فكرة العمليات يعني ناس كتير برضو بيعندها توقعات النهاردة خلاص أوكي أنا عندي كسر في العظمة وهخضع العملية التغيير مفصل رديد بالأمر لأن فهمت أن خلاص دي صدمة أو حدثة توقع بعد العملية ايه بص التغير بتاع المواد بتاع المفصل نفسه والمتاح لنا دلوقتي كأطباء جراحة مفاصل من مواد بتستخدم في تسبيت المفصل ومن المفصل نفسها بتسمح بأن احنا نعالج جزء كبير من مشاكل المريض زي ما قلنا للسادة مشاهدين في حلقة سابقة يا مايكل أنه عملية الماء البيضاء أكتر عملية فيها ساتسفاكشن ورضى من قبل المريض وتعتبر أكتر عملية نكحة في الطب وليها على طول تغيير مفصل الفاخد لأنه المريض بيبقى عنده ألم بيتحسن أتوقع أنه قادر يمشي من غير ما يبقى موجوع أتوقع أنه يمارس حياته الطبيعية بدون ألم وأوقات كتير بتبقى مشكلة المريض أنه مع التقدم بقى بتاع الخشونة ده لو هي مش حالة كسر لو مريض عنده خشونة وتآكل في المفصل مع الفترة الزمنية المريض بيقول رجلي قسرت وبيلاحظ أنه عنده من سنتي لاتنين سنتي أسر وده بنقدر نعمله ونعدله ونزبطه ونرجعه تاني كويس وإحنا شغالين فالمريض بيطلع معالج الأسر اللي عنده دوت نتيجة نتيجة التآكل بتاع المفصل دوت فده كله بيتحسن بعد العملية المريض كتير بيبقى فاهم أنه هعمل عملية دات وهغير مفصل وهنام في السرير أو مش هتحرك خالص بالعكس لو كنا بنتكلم على سن كبير إحنا بنعافر على قد ما نقدر أنه نحط حاجة يقوم المريض يمشي عليها تاني يوم مباشرة لأن ما بنحبش ننيم المريض لفترة في السرير لأنه بيفقد من الكتلة العضلية بتاعته بيضعف ونفس كلام في سن صغير بنحط حاجة بنخلي المريض يقوم يمشي مباشرة بعد العملية طبعا بمساعدة مشاية وبعد كده عصاية وبعد كده بدون مساعدة بمساعدة دكاترة العلاج الطبيعي اللي دوره مهم جدا جدا معنا لكن نتوقع أنه الألم يتحسن نتوقع أنه يقوم يدوس على رجله كويس نتوقع أنه ما يعركش أنه تبقى حياته الطبيعية أفضل بكتير وده دكتور طام أنا أظن هو بيختلف من مريض لآخر حسب سنه حسب حالته حسب أيضا تغيير المفصل اللي تم وضعه وهل مثلا أسمنتي والأسمنتي كلمنا في ده يمكن الحلقة اللي فاتت أو جزء التاني من السلسلة بتاعتنا كلمة في تفاصيل عن تغيير المفصل وشكل المفصل حتى ده ممكن يختلف أيضا في يعني وضع أو ما بعد العملية أو يا مايكل هو المفصل الأسمنتي إحنا بنبقى مثبتين المفصل بأسمنت صحيح وبالتالي أنا متطمن للفكسيشن وللتسبيت بتاع المفصل فأنا هقدر أقول المريض وأنا يعني مطمئن تماما أنك أنت لازم تحمل مباشرة على الجراح المفصل اللي أسمنتي اللي هو زي ما قلنا للسادة المشاهدين بيدخل معتمد على حاجة اسمها بريس فت يعني أنه هو يتحشر ويضغط في المكان دوت في العظم بتاعه اللي هو بنعمله في السن الصغير اللي هو محتاج جودة عظم كويسة في مدرستين في مدرسة بتقول المريض خليك لمدة شهر شهر ونص ما تدوسش على رجلك لأنه زي ما قلنا برضو للناس وحب أفكرهم أن المفصل ده بيبقى محاض بمادة اسمها H-A Hydroxy Apatite دي مادة بتخلي العظم يمسك ينمو على المفصل دوت فيبقى هو والعظم حتة واحدة ففي ناس بتقول المريض أصبر 6 أسابيع لغاية لما يحصل النمو دوت ونبقى متطمينين أنا بصراحة مش بنتمي قوي للمدرسة ديت أنا باعتمد أنه إحنا بعدما حطينا المفصل بنخلي المريض يقوم يتحرك بعض العملاء مباشرة وبيحمل على رجله دي القاعدة تانية مايكل عايز أنبه الناس لحاجة التعامل مع الجسم البشري متغير يعني إحنا بنعمل لمريض واحد ركبتين ركب يمين وركبة شمال نفس المريض ونفس المفصل ونفس الجراح ويقول لي طب أنا الركبة اليمين مرايحاني بس الركبة الشمال مش قوي ففي متغيرات كتيرة في الجسم البشري بنتعامل معها فلما بنقول للناس أنت هتقوم تيمشي بعد العملية خلينا نقول أن ده في نسبة 98 أو 99% من الحالات وارد أنه يحصل أثناء الجراحة أو بعد الجراحة أو يحصل أي متغير يخليني أقول للمريض لا معلش أنا عندي حاجة حصلت أو أنا عندي تخوف معين أفضل أني أعمل كذا وبالتالي مش عايزين المريض يزعل أو يقول للدكتور أنت وعدتني بحاجة وغيرتها خالص إحنا إحنا دايما بننبه على المريض أنه في الأغلب هنعمل كده بنسبة فوق الـ 25% هنعمل كده لكن أديني نسبة براح وتحرك لإني بتعامل مع عنصر متغير الجسم البشر يعمره ما كان ثابت مش زال هندسة صحيح من الأسئلة أظن برضو الناس كتير هيكونوا بيسألوا فيها وبيفكروا فيها حتى لو مسألوا هاجب صوت عالي فكرة أننا النهاردة عندي مشكلة في المفصل ده معناه أننا المفصل الآخر برضو هيحصل لنفس المشكلة في المستقبل هل أبتدي برضو أفكر في أن أنا أغير مفصل بدري عشان يبقوا لتنين مع بعض ويبقى بشكل سليم بدل ما رجل خلاص حطيت فيها المفصل والتاني بقت تبقي تقصر ويبقى عندي المشكلة التانية اللي هتنتج عن الخشونة وما إلى ذلك يا دكتور بوسي مايكل إحنا ما عندناش حاجة اسمها تغيير مفصل احتياطي ولازم ننبه على الناس الكلام ده ما فيش حاجة اسمها لحسن يجي لي خشونة أو القطها بدري وغير مفصل دلوقتي على الرغم من التقدم العلمي رهيب في مجال المفاصل وبذات مفاصل الفخت والمتير يلزل متاحة وعلى الرغم من الخبرة المتركمة عندنا في العمليات دا ونهي بقت بتتتعامل في ساعة بسهولة شديدة إلا أنه لا ينصح أنك تعمل عملية تغيير مفصل إلا لما حضرتك تكون وصلت المرحلة نهائية من المرض عنيفة صعبة أنت تعبت ومحتاج أنك أنت تغير المفصل دا غير كده ما تغيرش المفصل دا طيب هل أنا لو جالي في ناحية مشكلة يبقى بالضرورة تيجي في الناحية الأخرى مش شرط مش شرط خالص يعني مثلا البنات الصغيرة اللي بيبقى عندهم خلعة في مفصل الفخت أوقات كتير بتبقى في ناحية واحدة وبتعمل الجراحة وهي طفلة وبعدين لما بيجولي بقى وهم عندهم عشرين أو حاجة عشرين سنة وعندهم خشونة ومحتاجين يغيروا مفصل دا بيبقى في ناحية واحدة مايكل ودي بتغير مفصل وهي عندها عشرين سنة وبتعيش حياتها كلها طبيعية بنحية سليمة ونحية مفصل صناعي فما فيش ما يمنع إطلاقا أني أكون معالج نحية ونحية التانية لا بل بالعكس أنا عايز أقولك بقى على حاجة حتى دمور راس عظمة الفخت اللي تكلمنا عليه في حلقتين قبل كده هوت وقلنا أنه بنعمل تسقيب ولو ما نفعش بنعمل تغيير مفصل الفخت دمور راس عظمة الفخت في الأغلب بيجي في الناحية تانية يا مايكل في اليمين وفي الشمال ولما بنبدأ نعالج بنعالج الناحية اللي واجع المريض أكتر يعني بيقول أنا نحية اليمين واجعني أكتر بقول له خلاص هنعالجها أوقات كتير نعالج اليمين ونغير مفصل اليمين وأنا متوقع أن المريض هيجي يقول لي يعملي بقى الشمال ألاقي المريض بعد العملية يقول لي أنا مبسوط من اليمين الحمد لله والشمال بطلت توجعني معيني على الأشعة شايف المفصل بيتأكل خلاص وحصل فيه التأثر اللي علشانه غيرت اليمين لكن هو بيقول لي أنا ما بقتش معجوعة خلاص بنحترم رغبته خلاص بالعكس أنا منصحه في الوقت ده بقول له لو مش متألم ما تعملش حاجة إحنا بنعالج شكوة المريض ما فيش ما يمنع إطلاقا إن إحنا نعالج نحية ونحية تانية نتعايش بها بدون مشكلة أشكرك دكتور فادي من التوضيح مهم الحقيقة جدا ناس كتير ممكن معندها هذا التساؤل عايز برضو أسع حقيقة على فكرة كبار السن نشوف بقى ناس كتير من كبار السن بيغيروا مفاصل هو التآكل بتاع مفصل للركبة أكتر من مفصل الفخت لكن بقينا بنشوفه كتير في السن الكبير إنه درجات من الخشونة بتحصل في مفصل الفخت فالمريض بيجي عنده ألم وموجوع فلا بنشوفه نتيجة الاستخدام بص يا مايكل المفاصل كلها عرضة للويرنتير اللي هو الاستخدام والتآكل أي حاجة أنت بتستخدمها إحنا شغلنا فيه جزء كبير ميكانيكا زي التآكل بتاع قطع الغيار المفصل بيحصل فيه تآكل وطبعا ده محتاج فترة نتيجة المجهود الجامد بنشوف ده في الرياضيين اللي كانوا بيلعبوا رياضة بعنف بيجي لهم خشونة مبكرة نتيجة الضغط الجامد على المفصل نتيجة التآكل لو تسمع كان لسه فيه لعيب تنس غير النحيتين بتوع المفصل بتوع الفاخد بتوعه لأن جالوا تآكل جامد نتيجة الاستخدام واللعب الكتير فإحنا بنشوف ده مع الاستخدام الكتير في السن الكبير بنشوف نتيجة الخشونة وطبعا السن الكبير اللي هما عرضة لكسور نتيجة الواقعات اللي هما مباشرة عشان مش هينفعنا نسيب المريض ده واتنين في السرير بنعمله تغيير مفصل فاخد عشان نقومه يتحرك بعد العملية على طول أيضا الحاجات برضو اللي اسمعنا عنها هو فكرة تغيير مفصل كامل وده اللي تكلمنا عنه في معظم حلقاتنا ما كنا نتكلم على تغيير المفصل في حالات المرضية تآكل من مفصل ما إلى ذلك لكن في حاجة اسمعها نصف مفصل دكتور فادي وامتى نستخدم ده وإيه الفرق بينه بوسي مايكل ده سؤال حلو قوي لأنه الناس كتير قوي بيجوا في العيادة بيقولوا هو احنا هنعمل مفصل كامل ولا نعمل نصف مفصل هو ببساطة شديدة ايه احنا قلنا انه مفصل للفخت عبارة عن ايه عبارة عن الكورة دي اللي هي راس عظمة الفخت وبتعمل مفصل بتتمفصل بتتحرك مع الطبق اللي هو الحق الحلقوفي لو غيرت الاتنين يابدأ ده اسمه مفصل كامل طب ايه هو النصف مفصل انا بغير راس عظمة الفخت بس يعني بحط جزع جوا عظمة الفخت وبحطه فوقي كورة وبتتحرك مع المفصل الطبيعي اللي عندي مع العظمة الطبيعية مع العظمة الطبيعية مع الطبق اللي عندي الحق الحيلقوفي بتاعي بالظبط كده طب هل وارد ان احنا نعمل دوت او نعمل نصف مفصل في سن صغير اطلق دي تبقى جريمة ليه لانه الحركة الكتير والمجهود الكتير هيخلي العظمة الحديد هيخلي الراس الحديد اللي انا حطتها هتاكل الطبق اللي انا سايبه عند المريض ده لانه حديد على غضاريف طبعية عند الانسان وبالتالي ممنوع ان احنا نستخدم نصف مفصل في سن صغير تحت اي ظرف من الظروف سن صغير نوعني قليل من ستين يعني بدءا من ستين وانت طالع ممكن نفكر في نصف مفصل لكن اقل من ستين سنة لا يسمح اطلاقا بان احنا نستخدم نصف مفصل 40-45 ممكن صغير في سن شوية بس موقع انه 55 عام حد حصل له كسر ما نفكرش في نصف مفصل خالص لازم مفصل كامل 55 لازم مفصل كامل انا عايز اقولك 60 لازم مفصل كامل خلينا نقربها للناس المفصل الكامل هو المناسب للحركة بتاعة المريض النشيط اللي بتحرك النهاردة مايكل مع وجود أدوية كتير وعلاجات للمشاكل الصحية الأخرى والتقدم الطبي اللي حصل المريض عنده ستين سنة واحنا بنشوفه بتحرك بصورة طبيعية واكتف ونشيط وبيطلع وبيدخل وبيتحرك يعني العمر الافتراضي للإنسان بيزيد نتيجة الرعاية الصحية وبالتالي ستين سنة ده ما قدرش اقوله انت ما بقتش نشيط زي زمان وهحط لك نص مفصل فلا درجة النشاط بتفرق والسن بتاع المريض بيفرق لكن لما بيكون عندنا كسر في سن كبير نوعني بقى سبعين خمسة وسبعين تمانين خمسة وتمانين تسعين طبعا الأرقام دي مرعبة لكن ده بقى العادي بتاعنا ان احنا بنشتغل الكسور دي في سن تمانين خمسة وتسعين تسعين خمسة وتسعين سنة كمان بنحط لهم ايه في الحالة دي في السن الكبير انت متوقع ان النشاط المريض مش هيبقى عنيف بعد الجراحة وبالتالي بنستخدم نص مفصل وبنستخدمه بأمان وده اندكيتد في الحالات دي اللي هو انت بتحط الجزع اللي في العضن عادة بقى بنحط الجزع أسمنتي وعليه راس العضن الحديد وبتعمل مفصل مع الحق الحرقوفي او الطبق بتاع المريض في نفسه الميزة اللي فيه انه هو مفصل ستيبل مستقر في مكانه وما بيخلعش من مكانه والميزة الأخرى اللي فيه انه بياخد وقت في الجراحة أقل لما كون بتكلم على مريض عنده تسعين سنة عنده مشاكل صحية انت بتبقى محتاج تعمله أقصر إجراء يخليه يتحرك كويس ما نستهلكش وما نرهقش المريض أثناء إجراء الجراحة نفسه على حاجة مش محتاجها على حاجة مش هتفرق معاه حد غير ماشط غير حرقة محدودة بالضبط يعني لو حد عنده تسعين سنة حد عنده تمانين سنة عادة هيخرج من البيت ماكسما مرة واحدة في الأسبوع ما اعتقدش بيخرجوا أكتر من كده وبالتالي النص مفصل بيكون مناسب جدا طبعا تاني يا مايكل اللي استثناء استثناء يعني يعني لو عندي مريض عنده تمانين سنة ما عندهش مشاكل صحية ونشيط جدا 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 لا هنقول نحط مفصل كامل ولكن يظل هذا هو الاستثناء بشكرك أيضا مفصل نفسها زي ما حيك قلت فيها مساحة عمرية أو فيها أو يعني مد صلاحية نقدر نقول بعدها الموضوع بيبقى صعب أو بيحصل فيها تآكل ونضطر ندخل فيه مجال مراجعة الحقيقة برضو ده موضوع مهم كبير عايزين برضو نتكلم حاجة فيه خليه بس نذهب لفاصل مع السادة المشاهدين ونتكلم عنه أيضا في حالات المراجعة نركبنا مفصل خدنا المدة بتاعته ومحتاجين بعدها نعمل نوع من المراجعة لهذا المفصل عشان حصل فيه بعض التآكل والمشاكل هنعمل إيه ونعملها إزاي خليكم معنا فاصل قصير نرجع نكمل كلامنا مع دكتور فيدي مشاهدين يا رجانالكم مرة تانية من كمين حلقتنا عن مفصل الفغد وجزء التالت زي ما قلنا بتدينا سلسلة مع حضراتكم النهاردة جزء التالت منها من كمين حلقة فيها الحقيقة طبعا تكلمنا عن تفاصيل كتير جدا عن مفصل الفغد إيه هو المفصل حركة أو مدى الحركة بتاعه إيه وأهميته إيه وأيضا أهميته في الحركة وفي الرياضة وفي كل شيء في الحياة اليومية تكلمنا أيضا عن المشاكل اللي ممكن تصيبه المسببات اللي ممكن تخلينا نوصل لدرجة من الخشونة تتسبب أن احنا ندخل في مرحلة متقدمة وتغيير للمفصل وأيضا تكلمنا في أجزاء أخرى عن مدى أو معارفتنا بتغييرات المفصل من إمكانيات أو من خامات مستخدمة وما إلى ذلك وكل حاجة طبعا وفايدتها ايه أو بتستخدم في أي عمر الأنسب لها الحقيقة النهاردة ونكملية حلقتنا ويمكن الفقرة الأولى بعدما تكلمنا أيضا عن المفصل وتغيير المفصل أيضا قلنا أن في أسباب بتجد مع تغيير المفصل ممكن نحتاج نعمل مراجعات هنتكلم في هذا بالتفصيل معي ومع حضراتكم ضفي في حلقة النهاردة دكتور فادي نبيل استشاري جراحة الأزام والمفاصل الصناعية دكتوراج راحة الأزام والمفاصل جامعة القاهرة برحب حيك مرة تانية دكتور فادي دايما بنستفيد فكرة المفاصل شيء مش معروف مش معلوم عند معظم الناس بنتعلمه لما حد يمرض بعد الشارع على كل الناس اللي بتفرجوا علينا لكن لما ندخل في هذه الديلمة من مراحل مرض أو مراحل تغيير المفصل نفهم بقى عن هذا الموضوع مع الجراحين فمهم أن نحن النهاردة بنعمل هذه التوعية دكتور فادي بنعرف في الناس إيه هو المفاصل إزاي بناخد القرارات وأيضا التوقعات ما بعد العملية من أي شيء وأيضا المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا كلمة حيك فيها النهاردة خليه كلمة حيك النهاردة وبدايتنا عن مراجعة المفصل إيه هو مفصل المراجعة وإيه هي مراجعة أو عملية مراجعة مفصل بوسي مايكل زي ما تكلمنا كده في الجزء الأوليني وفي الحلقات السابقة إن أنا هدفي أن أحرك المريض مباشرة بعد العملية يعني أقوله قوموا تحرك على طول وبالتالي عشان أقدر أوصل لدوة لازم أكون مثبت المفصل الصناعي الحتة المتل المعدنية اللي أنا حطتها تكون متثبتها جامد في العظم بتاع المريض سواء التثبيت دوة معمول بأسمنت أو بدون أسمنت يعني من غير أسمنت ده برضو زي ما كنت بقولك محاط بمادة اسمها H-A Hydroxy Apatite بتخليه يبقى هو العظم حاجة واحدة تمام ده في الظروف المثالية يعني ده في عدم حدوث مشاكل لأن أنا حطيت مفصل والتأم مع عظم المريض وبقى حتة واحدة خلاص بقى جزء منه كويس ولكن في ظروف أو أخرى أو حتى مع التآكل بتاع المفصل ومع مرور السنوات أو نتيجة أنه ما كانش متثبت كويس في الأول أو ما كانش محطوط كويس من الأول أوقات يحصل تخلخل في المفصل دوة يعني أنت حطيت المفصل دوة وكان ثابت وبعدين بدأ يتحرك من مكانه أو اللي وارد برضو يحصل أن أنا حطيت المفصل دوة وفضل ثابت ولكن حصل تآكل في البلاستيك اللي هو الراس العظمة بتحرك عليه المكونات بتاعة المفصل بدأت تتآكل لظرف أو لآخر دوة بيؤدي إلى أن المفصل ده خلاص ما بقاش قاين بدوره كمان باخي المفصل التاكل أو حصل فيه تخلخل أو بعد الشر كان فيه عدوة بكتيرية التهاب صديدي على المفصل دي كلها حاجات بتقول أن المفصل دوة خلاص حصل فيه مشكلة ومش نافع أن احنا نكمل به بالمنظر دوة طيب نعمل إيه في الحالة دي لازم هنخش نشيل المفصل ونحط مفصل تاني العملية دي بنسميها عملية المراجعة يعني إيه مراجعة يعني ريفيجين ريدو إعادة المفصل مرة أخرى أن أنا بشيل المفصل دوة وبحط مفصل تاني من أول وجديد ولكن بما أني أورادي المنطقة دي اتفتحت قبل كده والعظم دوة تم التعامل معاه من قبل الجراح قبل كده هوت وبما أنه المفصل دوة كان متثبت وتفر بقى بمسامير أو 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 وتخلخل وتلخلخ من مكانه زي ما أنت شايف مثلا المفصل اللي على الشمال من الشاشة الطبق بتاعه اللي هو الحوق الحرقوفي اتحرك خالص من مكانه وأكل جزء كبير من العظم اللي داخل جوه الحود يعني أكل العظم اللي حواليه ده بيؤدي أنه أنا ما بقاش عندي عظم كفاية في المنطقة فلما حضرتك تدخل تشيل دوة تجويف بقى عندك تجويف كبير خالص على العكس المفصل الأولي عشان كده بنقول أنه أسهل مفصل هو أول مفصل هو ده اللي تهتمي بيه تعمله كويس عشان ما توصلش للنتيجة دات على قد ما تقدر لأن التخلخل بيأكل المفصل التعامل مع مفصل بالمنظر دوت بالتخلخل دوت بالتحرك دوت هو اللي بنسميه عملية مراجعة مفصل الفخت إعادة بناء مرة أخرى إن أنا مطلوب مني بقى أشيل كل المحطوط دوت وفيه صورة تاني برضو ممكن نشوفها مع بعض لمفصل متآكل أو حصل فيه تآكل زي ما أنت شايف الطبق اللي فوق اللي هو الحق الحرقوفي لف خالص بقى عندي تجويف كبير المريض دوت رجله بتبقى أقصر بيبقى الطبق متحرك خالص ما عنديش عظم يكفي العملية دي بتبقى عملية معقدة جدا إنك أنت مطلوب منك إنك أنت تفتح تشيل حاجة محطوطة ممكن تكون من 10-15 سنة والمفصل ماس الجامد في العظم اللي طرق في التعامل معاه ولي طرق لإن إحنا نخرج المفصل دوت من مكانه وبعدين يبدأ الشقة التاني والأهم بقى اللي هو إعادة البناء إنك أنت مطلوب منك إنك ترجع العظم دوت زي ما كان قبل ما يتآكل ودي حاجة مش سهلة لو نشوف مثلا الصورة اللي بعدها برضو إحنا بنجتهد إن إحنا نرجع كل حاجة في مكانها نبني عظم مرة أخرى وطبعا لو تاخد بالك الجزع مثلا بتاع الفخدي مايكل بقى جزع طويل أطول لأن أنا كنت حاطت جزع قصير شلته حتة العظم اللي المفصل كان متثبت فيها ما بقتش بنفس بزبط تهلك ما بقتش بنفس الجودة والكفاءة فبقى مطلوب مني إيه؟ بقى مطلوب مني إني أنزل أمسك في حتة تحتها جودة العظم فيها كويسة فأستخدم مفصل طويل الجزع فيتثبت بشكل أفضل طب فيما يخص الحق الحرقوفي اللي هو الجزء اللي فوق عندنا بقى طرق كتير لتعويض العظم اللي ناقص من فوق من ضمنها أن احنا نستخدم عظام من بنك العظم من ضمنها أن احنا نستخدم عظم من حوض المريض بترقيع عظمي أو حديثا بقى عندنا أجزاء صناعية معدنية من حاجة اسمها تربيكلر متل دي بتستخدم لتعويض العظم اللي ناقص في الحق الحرقوفي بتاع المريض عملية معقدة عملية بتاخد وقت شوية أكتر عملية مكلفة لأن طبعا المفاصل دي أغلب كتير وبتاخد مننا مجهود عشان نقدر نعمل إعادة بناء ونرجع المفصل تاني وطول الرجل مرة أخرى والحركة مرة أخرى لزي ما كان طبعا وأظن دكتور فادي بردو سلاحي لو كنت مخطئ فكرة يمكن أول صورة اللي طلعنا فيها منظر الطبق أو الحق هنا اللي كان متثبت بمسامير أظن أن ده في الريفجن بيبقى صعب جدا لأن أنت المسامير دي برضو بتعمل تآكل كبير في العظم بص هو كل المعدن ما بيزيد جوه بيأكل عظم أكتر حوالي وهو المشكلة بقى أنه المسامير دي معناها أن المفصل كان غير أسمانتي المفصل الغير أسمانتي ده بيبقى ماسك جامد جدا فعشان يتحرك من مكانه بيأكل عظم كتير جدا حواليه فالبونلوس بيبقى عندنا عنيف والتعامل معه بيبقى صعب جدا أن احنا نبني عظم من جديد مرة أخرى وهو ده التحدي الأكبر بتاعنا وبناء العظم بيتاخد من مناطق أخرى دكتور فادي ولا بيمرضه عظم صناعي أنا بيقولك أوقات ناخد من حوض المريض هو نفسه من فتحة أخرى وأوقات بنستخدم عظم صناعي وأوقات بنستخدم عظام من بنك العظم بنك العظم ده بيكون جاي برأس عظمة فخد من مريض آخر خضع لتغيير مفصل فخد مفصل أولي بقى فبقى عندي حتة العظم اللي طلعتها من العيان دي دي ما بتترميش دي بتروح في بنك العظم بيتم تحضرها وتجهيزها وتعايمها وبيتعمل اختبارات وتحليل عليها وده بنك عظم معتمد تقدر بتقدم طلب ليه وبنشتري للمريض فلما مثلا تبقى حالة يعني الصورة دي اللي شايفينها أنا متذكر استخدمنا فيها أربع رأس عظمة فخد زي نقل الدم يعني طمع بيعط عالية نقل الدم بالضبط بنقل الدم نقل الدم بنستخدم العظم بسلوب علمي معتمد صحيح رسمي إنه بنستخدم له عظم عشان نعمل إعادة بنقل المفصل مرة أخرى بشكرك برضو فكرة التعديل أو الريفجين أو فكرة تغيير المفصل مرة تانية أظن فعلا هي عملية معقدة زي ما حكي قلت طبعا فكرة أن أنا أحاول أشوف بقى الحتة السليمة اللي أحاول أدوس عليها أو أرتكز بالصاق أو الجزء أيضا الآخر عليه يعني الأجزاء دي صعبة جدا عايز أتكلم برضو على كبار السن النهاردة أنا أظن أن كل الناس اللي بيغضعوا لهذه العملية بيكونوا كبار سن يا دكتور فادي بنسبة كبيرة لأن إحنا بنتكلم على واحد عام مفصل بقاله مثلا 15 سنة وبالتالي بيجوا بيبقى مطلوب مننا أن إحنا نعمل مراجعة في سن كبير استثنائيا لو حد مثلا عمل مريض عند سن عشرين ممكن يجي لي بقى هوار بعين أعمله برضو مراجعة لكن بنسبة كبيرة بتبقى في سن كبير وبصراحة ده بيبقى تحدي مش سهل لأنها عملية كبيرة طويلة تاخد وقت تاخد مجهود من الجراح ومجهود على المريض نفسه العبء الطبي على المريض مش سهل مش قليل عملية بتحتاج نقل دم كتير فبنتطر نعملها في سن كبير ولكن بيخش في تقييم المريض دايما بنعلم زمايلنا لشباب الصغيرين أنا مش بعالج أشعة أنا مش لما أشوف أشعة أقول أول مريض ده محتاج ريفيجن محتاج مراجعة خش أعمل مراجعة على طول لا أشعة دي في مريض دي رجل مريض طب المريض ده هيستحمل معايا الجراحة ديت ولا هقوله يعني أنت الحالة للأسف مش هقدر عمل فيها حاجة لأن الحالة الصحية لا تسمح عادة بنقدر نتصرف ولكن بتحتاج بقى تجهيزات خاصة مستشفى مجهزة وتخدير مخصوص وده كترة رعاية مركزة وا 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 عشان نقدر نوصل بالمريض أن احنا نعمل عملية دي بأمان لأنها قرادة عملية فيها نسبة مضاعفات كبيرة وعملية كبيرة في حالات كبار السن زي ما حاجة قلت بتاعتها تقدر لتحديات أكبر بس هل بيبقى سهل علينا نعملها في الآخر ولا برضو في الآخر تقييم للحالة اللي نقدر نحدد لو كنا نقدر نعملها ولا نشوف أي أوبش أدرش أقول أن كل الناس هتعملها طبعا لأنه تبقى لاحتياج المريض وطبقا لحالة المريض عاملة إيه هل المريض ده هادر يستحمل في إيدي ولا لأ هادار بها ساعات شغال إيه التعليمات اللي حضرتك عادة بتديها بشكل عام زي ما عليك دايما تقول هي فكرة تفصيل كل حالة حسب إجراءها وحسب سنها وحسب العمليات أجرت فيها فإحنا شوفنا حتى مجال العمليات فيه حتى تغيير المفصل ممكن يكون مختلف إيه التعليمات الطبيعية الجنرال المعتاد عليها في هذه العمليات لازم تكون المريض يلتزم بها لو تفتكر يا مايكل في الأول إحنا قلنا للسادة المشاهدين إنه مفصل الفخد اللي ربنا خلقنا به الأساسي بيبقى كرة والطبق بتاعه ده محاوط الكرة دي بالكامل وبالتالي مش بيحصل خلعف مفصل الفخد إلا نادرا 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 وعادة في الحوادث على عكس مفصل الكتف لأن المفصل دوت عنده يعني عنده استقرار منه نفسه خلقة ربنا كده وعلى العكس منه تماما المفصل الصناعي اللي احنا بنحطه من ضمن المشاكل اللي بنقلق منها إن المفصل الصناعي اللي أنا حطيته يخلع من مكانه لأن الأربطة والحاجات اللي مسك المفصل ما بقتش موجودة وبالتالي هي بتعتمد على مهارة وخبرة جراح المفاصل لأنه هو حاطت كل حاجة بزاوية مزبوطة وعايز أقولك إن الدرجة الواحدة بتفرق معنا إن احنا نحطه بزاوية مزبوطة ونجرب أثناء الجراحة نجيب الأوضاع اللي المريض ممكن يخلع فيها المفصل يعني ما نطلعش المريض من تحت إدنا وإحنا شغالين غير لما نطمن إن احنا عملنا كل الأوضاع والمفصل ما خلعش من تحت إدنا فأهم تعليمات بقولها للمريض التعليمات اللي تأمنوا إن ما يحصلش خلعة للمفصل دوت لأنه مهما كنت أنت أعظم جراح مفصل لازم تدي التعليمات بتاعت المريض وإلى عرض المفصل الرائع اللي انت حطه دوت لو المريض عمل حركة عنيفة إن هو يخلع المفصل دوت بصورة عامة بننصح المريض إنه ممنوع يعود على الأرض إنه ممنوع يتربع ويحط رجل على رجل حد هيقول لأ طب أنا عمل مفصل وحطيت رجل على رجل ومحصلتش مشكلة تاني ده الاستثناء وده على مسؤولي تاك استثناءات موجودة ولكن إحنا بنحب ننبه المريض خلي بالك الأوضاع الإكستريم العنيفة قوي يا مايكل هالب نبتبعد عنها ولكن فيما عادة ذلك أنت بتمشي وتطلع السلم وتنزل السلم وتعمل كل حاجة لكن أنا فيما يخصني أنا أنا بقول له حركة ممنوع تربع أو تقرفس أو تقعد على الأرض لأن الحركات ديت هي المصاحب معاها نسبة خلع للمفصل ودي مشكلة لو نفصل خلع من مكانه ممكن ما يرجعشه ممكن نعمل عملية إعادة وريفجين وريدوه عشان نعالج فقط الخلع اللي حصل بتاع المفصل فبالتالي إحنا مش بنعمل العمليات دي ونسيب العين كده لا بنوعه ننبه عليه مرة واثنين وثلاثة حضرتك تطلع السرير إزاي وتنزل إزاي وما تقعدش تتربع ولا تقرفس ولا تحط رجل على رجل مشكورك طبعا مهمة أول فكرة لأن الناس كتير برضو بيكون عندها توقعات إحنا بنكلم كتير عن توقعات دكتور فادي لأن في الآخر إحنا بنكلم في عملية كبيرة وبنقول إن إحنا عايزين نرجع منهج أو نمط الحياة لطبيعته فلما شخص يكون بيعمل رياضة بيعمل حركات صعبة لا مع المفصل لازم يكون فيه احتياطيات بس إنتعرف يا مايكل إنه ممكن نلعب رياضة بعد المفصل يعني إحنا عندنا كمان ريكمنديشنز لإيه أنواع رياضات اللي المريد يقدر يلعبها بالضبط لكن مسموح له أنه يتحرك ومسموح له أنه يمارس رياضة بعد عملية تغيير المفصل لأنه أنا بقولك بنعمل عمليات تغيير المفصل لسن 30 و40 سنة وأصغر كمان فده مريد عايز يلعب رياضة فأنا مقدرش أمنعه من أنه يلعب رياض فبنستخدم مفصل لا أسمانتي بنستخدم مفصل سيراميك والسيراميك على بولي إيثالين أو على بلاستيك بيسمح للمريد أن يعمل شوية رياضة بيش مشكلة خالص بشكرك طيب يا برضو من الحاجات اللي دايما نرجع لفكرة التوقعات هي المضعفات إيه الاحتماليات وزي أي جراحة يعني بدون دي حاجة برضو ما تقلقش كل الناس دازم تكون متوقع عن بعد أي جراحة بعد أي حاجات كبيرة جراحة كبيرة ممكن يكون في بعض المضعفات إيه الحاجات المتوقعة والحاجات اللي منقدر نتجاوزها بشكل كبير نتيجة الحاجات برضو منخدها في الاعتبارات قبل العملية بصي معيكل إحنا طبعا مش عايزين نخوف الناس من الجراحات داية لأنه اللي محتاجها هيتطار أنه هو يعملها ودي عملية بتتعمل بنسبة نجاح كبيرة ولكن أنا دايما بقول جملة كده للمريد لو الجراح بتاع المفاصل بتاعك قالك أن النسبة نجاح هو 100% يعني يبقى بربا بلي أنت عملت حالة واحدة في حياتك فنجحت فأنت قلت أن النسبة نجاح هي 100% مش ممكن يكون عندك ما يكفي من الحالات ومتحصل لكش مضعفات والجراح الشاطر مش الجراح اللي ما بيحصلوش مضعفات لا جراح الشاطر هو الجراح اللي بيحصل له مضعفات في النسبة الموجودة عالميا خالص وفي نفس الوقت هو ما بيحصلوش رأسه في الرمل وبيتعامل مع المضعفات طبقا للريكمنديشنز وطبقا للمطلوب منه أنه هو يعمله التوصيات اللي مطلوبة أنه هو يعمله إحنا ما نقدرش نوعد المريد أنه هو هيعدي من العملية بالكامل بدون مضعفات إحنا بنقوله خلي بالك فيه نسبة واحد اثنين تلات اربعة والنسبة العالمية بتاعتها كده أكتر حاجة نبقى قلقانين منها أن المفصل يخلع من مكانه عشان كده بندي التعليمات بتاعت المريض أكتر حاجة برضو بنبقى قلقانين منها يا مايكل حدوث التهاب أو تلوث أو صديد في المفصل اللي هو بلغة درجة الناس بتقول ده الجسم رفض المفصل هو الجسم ما رفضش المفصل هو حصل اينفكشن أو حصل عدوى بكتيرية في المفصل ومش معنى يا جماعة أنه حصل عدوى بكتيرية في المفصل أنه الجراح عمل العملية غلط وجاب بكتيريا وحطها في المفصل في الجرح ما فيش حد بيحب يبوز عمليته وبالعكس احنا بنجتهد على قد ما نقدر أثناء الجراحة ومن قبل الجراحة وتحضير المريض وأنه هو يتجهز صح وأن العملية تتعمل في قدة عمليات نظيفة أو الحالة الصبح وفي مكان مجهز وووو وتتعمل بسرعة مع حد بيقدر يخلص المفصل بسرعة لكن هلأ عملنا كل دوت يا مايكل أقدر أنزل بنسبة مضاعفات 0% استحالة في أعظم حتة في الدنيا ولكن نقدر ننزل للنسبة العالمية المتعرف عليها ولو عملنا اللي علينا كجراحين والمريض عمل اللي عليه كمريض ومشينا بكل التوصيات اللي مطلوبة وحصلت بعدها مضاعفة دي مش غلطة حد لكن لازم نبقى فاهمين أنه وارد ما هو يحصل عامة بنتكلم في نسبة مضاعفات من 1% إلى 2% وأنا دايما بقول المريض جملة يعني اللي كشفوا عندي هيسمعوا نفس الجملة دلوقتي أنا ما أضمن لكش أن حضرتك مش من الـ 1% إلى 2% لكن أنا أضمن لك أنك أنت لو الـ 1% اللي حصل للمضاعفات إحنا عندنا طرق للتعامل مع المضاعفات ديت مش هنسيبك ونحط رأسنا في الرأس هذا اللي مهم يا دكتور الفيدي بالضبط نحن عرف نتعامل مع المضاعفات ونبقى متوقع عنها فقدرين كمان نحط لها بروتوكول تبقى للتوصيات اللي موجودة بشكرك دكتور الفيدي دكتور الفيدي طبعا حلقة غنية جدا كالعادة وكبقية السلسلة أو الأجزاء اللي خدناها في السلسلة وكلها بشكرك جدا لوجودك معنا وطبعا بشكر كل السادة المشاهدين ويا ربي كلهم استفادوا وأيضا بنسأل لو في أي حد عنده تساؤلات ممكن معرفناش نترحها أو ما تكلمناش فيها أو ما حطنهاش في مدى الحواري بتاعنا يريد برضو يبعطوه لنا ونسألها تاني دكتور الفيدي يجاوب علينا حتى من خلال الموقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الفيسبوك بشكرة جدا دكتور فادي شرفتني جدا دكتور فادي نبيل استشاري جراحة العزام المفاصل الصناعية دكتوراج جراحة العزام المفاصل جامعة القاهرة تشريفك ليا النهاردة بشكرك جدا مرسي مرسي يا مايكل شرفت بيك أشكرك مشاهدين أخلصت حالات النهاردة بنشكركم جدا لحسن متبعيتكم مشاهدتكم في الحالات النهاردة ونشوفكم في مواضيع طبية مفيدة دائما مع برنابيكم صحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة